مهما حاول يشد مش هعرف يطلع منها اه انا شده مش هعرف يطلع منها خلص انا مش هنضيع وقت في الشد والكلام ده بدي اليمين هتتحرك او هتطلع لفوق وبعد كده هتنزل لتحت انا بديها مجال بس عشان اعرف احرك ايه انما هو لو مسك بقوة اه 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 انا كده ايه اه امسك جامع اتحرك معي بسهولة انا بس باخد ايضه الفوق عشان ايه اخد تديني قوة اندفاع علشان نروح امسك مبصل للرست وليف اللف هتنزل مش هنضيع وقت ان انا افضل اشد واطلع من المسكه بالشكل ده بطلع لفوق عشان اخد قوة اندفاع ولا نزل تاني الى تحت اهو اطلع بيدي الفوق اهو قوة الاندفاع اللي باخدها دي بتروح ايدي بتروح على مبصل للرست ايضه التاني اهو حتى لو هو مسك جامع بس بعمل ايه احاول اطلع او اخد اللفة البسيطة دي عشان ايدي ايه تعرف تمسك ايه اه اه المبصل بتاع الرست واتنيه بالشكل ده بس اه اطلع لفوق وانزل عند مبصل للرست وبلف في اللفة دي بس هو مسكه اه اه اخد دماغه كده اصحابه من السحبه اه ايه ايه حركة بسيطة ومش محتاجة منك مجهود وستطلع منها بكل سهول مغير بقى ما اوضه شد اعمل حركات اللي ملهجت لازمينه اهو 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 اطلع بيدي ناخد قوة النفاح وتنزل لتحت ده امسك مبصل الرست بالشكل ده ويدي تلع فوق كده اهو عشان ايه تكون في مجال انا اعرف امسك امسك القبض بتحته من هنا عشان اعرف الف المبصل ده ايه لو فضلت كده مسكت صوابع مش عارفة ايه توصل للقبض احفان ايه بجيب القبض دي كده عشان ادي مجال ايدي التاني اللي هي ايه تلف المبصل بتاع الرست وتنزل بشكل ده حتى لو هو فضل ماسك انت في ايدك بقى اللي انت اما تضغط عليه بتحت وتنزل بالارض اما هتضرب على مفسر الرجبة هنا وتقلبوا الناحل هنا اشتركوا في القناة